انتكاسة جديدة للانقلابيين في معقلهم الأخير في محافظة شبوة عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشياتهم بعد محاولتها الهجوم على مواقع الجيش الوطني في منطقتين بيردعمك وطوال السادة التابعتين لمديرية عسيلان الهجوم اليائس قبل بردة فعل قوية من قبل الجيش الوطني الذي تمكن من دحل الحوثيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الصفوف والعتاد وبالتزامن مع هجمات الميليشيا في جبهة الساق كانت مجامع أخرى من الميليشيا تحاول الاستيلاء على مواقع الجيش في منطقة الصفراء شرق بيحان وهما تم كسره أيضا من قبل قوات الجيش الوطني شبوة التي تشكل إحدى محافظات الحزام الصحراوي الذي يربط مأرب والبيضاء تعد العديد من مناطقها وبالتحديد منطقة بيحان منفذا مهما لمرور السلاح والمشتقات النفطية إلى المحافظات الجنوبية والشرقية كافة كما تعد مديرية عسيلان أهم المناطق النفطية في المحافظة وتضم أهم الشركات النفطية كل هذه الأهمية الاستراتيجية تدفع الميليشيا للسيطرة على هذه المناطق وتكثف الميليشيا التي منيت بخسائر عديدة خلال الأشهر الماضية في منطقة بيحان من محاولاتها لاستعادة السيطرة على مواقع خسرتها وهما قوبل بصد عنيف من قبل الجيش الذي تقدم نحو استكمال تحذير المحافظة كليا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر